اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سابع اخبار حلقتنا النهاردة كطار الليفر بيتوقف امام الروخ بلانكوس اتلتكو مدريد في مباراة كان الليفر يسيطر عليها تماما ولكن الاتلاتك خطف الفوز من الليفر بنتيجة 1-0 تامن اخبار حلقتنا النهاردة سلس بورج النرويجي بيدم الدول المصري امير عادل لمدة عام في صفقة انتقال حر وبكده نكون خلصنا النهاردة اهم وابرز اخباره الكرة المصرية والعالمية هنروح لفاصل بسيط ونرجع لكم تاني استنونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على استاد محمد بن زايد طبعا في اسئلة كتير طرحت نفسها في الفترة الاخيرة حوالين المواجهة هنتناقش فيها النهاردة ونتكلم فيها النهاردة مع اضيفي الكابتن محمد اسماعيل مدير اكاديمية نادي ارسنال السابق ومدير عام اكاديمية اندر لاختي البلجيكي الحالي اهلا وسهلا كابتن محمد على بحضرتك أنا صحيح جدا بن ضمامي للبرنامج كلام في ملعبنا ويعني بشكرك كمان على الاستضافة وبشكرك على وجود معك طب في بداية حلقتنا يا كابتن النهاردة حابين نعرف منك ايه التشكيلة المثالية اللي ممكن يبدأ بها الموديل الفني النادي الاهل فيلر والموديل الفني النادي الزمالك باترس كارتلون سريعا بس سريعا التشكيلة الاساسية بتاعت النادي الاهل اللي شغال عليها هو فيها سوابة هنلاقي ان الشناوي ده اساسي ما فوش اي تغيير اليو باجي هيبقى احتياطي اليو ديانج يعني اليو باجي هيبقى احتياطي هيبدأ بمروان مش هابتدي بمروان هو احتمال كبير اوي لان هما كان فيه كلام من يومين على ان هو هيبتدي بالرباعية افشا وحسين الشحات ونحية الشمال الكهرباء ودي المفاجأة اللي هتكون بالتم وهيلعب اجعيه كفروت صريح كفروت صريح وهيلعب اتنين ارتكاز هيبقى السولية وقاليو ديانج وهيلعب التغيير بس اللي ممكن يحصل ان ممكن نشوف مين بقى يا ام محمد هاني احمد فتحي والكفة ترجح اكثر احمد فتحي بخصوص الخبراء بتاعت احمد فتحي رغم ان ناحية الشمال او الوينجليفت فيها احمد سيد زيزو وهو من اسرع اللعيب اللي موجودين في الدوري المصري والعيب كان عمل الفترة اللي فاتت دي كان عمل ماتش هايل جدا مع التراجي التونسي يعني انت حضرك شايف ان الاهل ممكن يلعب بالتشكيل 3 2 3 2 4 4 3 2 4 3 4 2 3 1 بالنسبة للزمالك بالنسبة للزمالك يلعب بنا ها وبيلعب بنفس التشكيلة برضو نفس التشكيل اللي لاعبTech مطشي زي مالك المرة الفاتلت المطشي الفاتل مع الترجي كان مطشي خايل لعب بنفس التشكيل وأنا شايف أن غالباً هيبقى فيه تغيير في التشكيل ده هيشيل حزم إمام ويحط محمد عبدالغني الباكرويت يعني ما يحط أحمد عيد بس غالباً الكافة هترجح لمحمد عبدالغني وهيلعب باتنين ارتكاز الوينش وهيلعب سوريا مش ارتكاز سيرد باكات وهيلعب الوينش وهيلعب بمحمود عبدالغني وهيلعب باك ليفت زي ما كنا بنتكلم هيبقى ثابت محمود عبدالغني محمود شافي محمود عبدالشافي معلش وهيلعب باتنين ارتكاز هيلعب بطرق حامد وهيلعب بجنبه ساسي وهيلعب بتلاتة قدام هيلعب باوباما زي ما كان بيلعب وهيلعب بزيزو وهيلعب بالوينجرايت غالباً غالباً هيحط نفس الكلام غالباً هيبتدي في المطش يا كابتن محمد من وجهة نظرك شايف من اكتر لعبها يعتمد علي فيلور في الاهل وكارترون مع الزمالك غالباً اوباما كان المطش اللي فات كان ماشي كويس قوي وكان مركز جداً وعندك مصطفى محمد كفروت صريح وعندنا اللاعب المهم جداً برضو في الجزء ده احمد سايز زيزو كان مبني عليه الخطة للفترة اللي فاتت المطش اللي فات وبنشرقي عمل بنشرقي كان المرة كان مختلف بالزبط في النادي الاهلي عندك شناوي طبعاً ده من الاساسيات اللي هيبقى فايق جداً المطش اللي جاي بيتمد عليه الاهلي في الفترة اللي فاتت بيتمد عليه جداً 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 وهيبقى أفشى من اللعيبة وانا شايف ان الكهرباء هيبقى مفجأة المطش اللي جاي ان شاء الله طب يا كابتن محمد مين اكتر لعب هيكون لي ده دور مؤسر وفعال في اللقاء من كل الفريقين اللي يكون وراء الرابح بص من خلال التركيز لعب واحد من خلال التركيز غالباً هيبقى مجدي أفشى مجدي أفشى ده في الاهلي بالنسبة للزمالك هيبقى بنشرقي بنشرقي تمام يا كابتن يا طرق يا كابتن محمد شايف ان محمود كهرباء هيكون عليه ضغط قوي جداً خصاً ومطالب بالتسجيل في الفريق الصابت أكيد أكيد هو هيبقى عليه ضغط جامد جداً في المبرار اللي جاية طب يا كابتن من جماهير النادي الاهلي أكتر ولا من جماهير نادي الزمالك أكتر الضغط الضغط هيبقى من جماهير نادي الاهلي طبعاً لأنه مطالبة أنه يحرز الاهداف وده الدور اللي هو جاي عشانه هل الزمالك قادرة كابتن محمد بالفعل على هزيمة النادي الأهل والفوص بأي بطولة إذا كان الحكام أجانب وتقنية وتطبيق تقنية الفر بص أنا شايف أن المباراة دي بعيداً عن كل التوقعات ما ينفعش نتكلم فيها في الجزء اللي هو يخص التحكيم مباراة سوبر اللي فاتت كان الحكم مش أجنبي كان الحجم أجنبي ما كانش حجم مصري ما كانش فيها تطبيق الفر والأهلي كسب تلاتة اثنين فالموضوع مش مؤتمر على التحكيم الموضوع مؤتمر على الأداء داخل المال كابتن محمد شايف مين هيبدأ بتسجيل الأهداف أول للأهل ولا الزمالك بص الفترة اللي فاتي دي كلها الأهلي جاي بالفول مارك في الدوري قريباً 56 هدف بالضبط ودخل فيه ثلاث أهداف في الدوري ودي يعني هاي ريتس عالية جداً عكس الزمالك يمكن الأهداف اللي حطاها ضعف الأهداف اللي دخلت فيه ودي كانت النقطة اللي احنا بنكلم فيها أنا شايف الأهلي أقرب للتسجيل أباً كابتن محمد لغة الكعب العالي دايماً بيكون لها دور كبير في حسم اللقاءات يا ترى ممكن نشوف داخل الموضوع لو كلمنا عن لغة الكعب العالي في الفترة اللي فاتت الأهلي هو اللي فارت سيطرته الأهلي عزاً performance الفترة اللي فاتت دي كلها ماشي بشكل سابت العيبته سابتين الموضوع بتاع الزمالك والترجل المرة الأخير ده هو اللي خلانا كلنا النهاردة بنكلم أن الدربي ممكن يبقى دربي مختلف بدون أي توقعات فأنا شايف أن لغة الكعب العالي مش هتبقى هي الفايصل في المباراة تمام يا كابتن محمد هل هيكل التفايل والتشاهم دور في حاسم نتيجة المباراة؟ أنا ما بعتمدش على قصة التفايل والتشاهم في المباراة أنا بشوف أن اللي بيقدي بشكل أفضل واللي مركز واللي همزاك الفريق هو اللي هيبقى بيكون دايماً ليه دايماً الأبرهند يعني من وجهة نظرك يا كابتن محمد شايف أن فيلر يبدأ بمرعان محسن زي ما قلنا الفترة اللي فاتت دي كلها عنده مشكلة ولازم يعيد حساباته لأنه هو عايز يرجع بشكل سريع ومش قادر أنه هو يرجع خاصة أنت عارف مش دمر هو محسن لكلنا عارفين فريق الأهلي فريق جماهيري فاللي بيضغط عليه دايماً الجمهور بس فيلر بيعتمد عليه مش أنه هو جول ماشين هو دايماً بيعتمد عليه زي مخطة واللعيبة اللي جاء من الخلف هي اللي بيجيب الأجوان فهي دي النقطة المهمة جدا يا كابتن محمد من الأقصر جماهيرية وشعبية في الوطن العربي نادي الأهلي ولا نادي الزمالك حنا نتكلم أرقام أرقام التذكر بتاعة نادي الأهلي كلها خلصت تذكر الزمالك لسه موجود فيها جزء بس هل شفنا استقبال الجماهيري يعني كان كبير بالنسبة لجماهير نادي الزمالك يعني بإزاي استقبال جماهير نادي الأهلي في الإمارات بص أنا بروح للخليج كتير وبلاقي دايما أن جمهور الزمالك أكثر من جمهور الأهلي بس بقولك لما نيجي نتكلم أرقام أرقام التذكر بتاعة جماهير نادي الزمالك بس أنا بشوف أن في الخليج أن جماهير نادي الزمالك أكتر من جماهير نادي الزمالك شف أن الأكثر جدية والمركز أكتر والمزاك الفريق بشكل كويس ودي نقطة مهمة جدا لأن الاتنين مدرين الفنيين الموجودين مدرين فنيين عليين كارتيرهم بيعرف يلعب على الهجمة المرتدة بشكل كويس ويمكن عندك نقطة ضعف في النادي الأهلي أو أضعف خطوطه ويمكن خط الدفاع بيتلعب من وراءك كور كتير فعنده أخطاء كتير والنادي الأهلي عنده الهجوم المنظم والهجوم الخاطف برضو بيعرف أن هو يروح يجيب جوان فأنا شايف أن الاتنين متعدلين جدا يعني ما فيش حد كفته تعالى عن الثاني الفترة الفترة اللي احنا فيها المطش الجاي ده على طرف مشكرك جدا يا كابتن محمد ونوارتنا النهاردة في برنامج الكلام في ملعبنا وبكده نكون انتهت حالياتنا النهاردة استنونا الاربعاء الجاي في تمام الرابع مسائم مع برنامج الكلام في ملعبنا إلى اللقاء شكرا شكرا